نعم جمانة جمانة ربما الصدر أربك حسابات قوى الإطار التنسيقي بهذه الخطوة وبالتالي هو يحاول أن يزوج بالإطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة إن استطاعوا دون وجود التيار الصدري لكن هذا الأمر ترفضه قوى الإطار التنسيقي لأنها تعلم بأنها لا تمتلك الأغربية الكافية لتشكيل الحكومة وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من قبل قوى الإطار التنسيقي ردا على ما طرحه الصدر فقط كانت هناك تصريحات إعلامية لبعض نواب قوى الإطار التنسيقي الذين قالوا بأن الأبواب ما تزال مفتوحة وأن الوقت ربما سيكون طويل مدة أربعين يوم ممكن أن تتفاوض وهي مع التيار الصدري لذا هي تعول على عامل الوقت أما بالنسبة لحلفاء الصدر من الديمقراطي الكردستاني ومن تحالف السيادة فقد مسكوا العصى من الوسط هم قالوا بأنهم ما زالوا متحالفين مع التيار الصدري وأنه ما قاله الصدر ربما شيء جميل جدا لكنهم في نفس الوقت أرادوا إرسال رسالة لباقي القوى بأن الحوارات مفتوحة للجميع وأن على جميع الجلوس والتفاوض وإجراء الحوارات بشكل مباشر وعلني كي يتمكنوا من إنجاز الاستحقاق الدستوري باختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكمة وهنا تكمن العقدة الإطار التنسيقي يريد أن تكون الكتلة الأكبر كتلة شيعية مكونة من الأحزاب الشيعية ومن التيار الصدري لا يريد أن تتكون هذه الكتلة من باقي الأطراف نعم جمال طيب وفي حين فاشل الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية ما هو السيناريو المتوقع محمد طبعا هناك عدة سيناريوهات متوقعة يعني أولا أن يعود الصدر مرة أخرى ويكسب المستقلين إلى جانبه وبالتالي سيدخل بأريحية داخل البرلمان على الاهتبار أنه في تحالفه الذي أعداد ربما تكون كبيرة 180 أو 185 نائب إن كسب المستقلين ودخل إلى البرلمان فإنه سيمضي بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية ثم تشكيل الحكومة لكن في حال عدم كسب المستقلين فإن الأمر سيذهب إلى المحكمة الاتحادية لأن البعض لوح بمسألتين مهمة إما إعادة الانتخابات وحل البرلمان أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية حتى اللحظة تقول بأنها لا يوجد أي نص دستوري حول هذا الأمر وبالتالي قد تدخل المحكمة الاتحادية في سلسلة مفاوضات ودراسة لإصدار قرار جديد لكن هذا القرار الجديد بكل الأحوال لن يعجب جميع الأطراف السياسية هذا إن اجتهدت المحكمة الاتحادية أما إن لم تجتهد المحكمة الاتحادية فستقول سيبقى الوضع على ما هو عليه وحكومة تصريف الأعمال ستبقى لحين إجراء انتخابات جديدة ترجمة نانسي قنقر